مرحبا، أنا دكتورة نادة عبد الباقي، خصائية الجراحة العامة وجراحة المناظير حبي أحكي لكم اليوم عن الإمساك المزمن وأسبابه في عنا أكتر من تعريف لكلمة الإمساك أحد هاي التعريفات بيشمل عدم إحساس المريد أصلاً بالحاجة إلى إخراج الفضلات واحد من تعريفات بيشمل إخراج هاي الفضلات على فترات زمنية متباعدة تزيد عن مدة الثلاثة أيام والتعريف الثالث اللي هو الإحساس بشيء بيعيق عملية إخراج هاي الفضلات بناء على التاريخ المرضي للمريض منقدر نقيم سبب المشكلة شو وعلى أي مستوى يعني سواء المشكلة من القولون نفسه أو من المستقيم وفتحة الشرج فبالتالي لازم كل مريض عنده أعراض بسبب إمساك مزمن أنه يراجع طبيبه مشان نتأكد هل في داعي لإشجراء فحوصات مشان نتأكد من سبب الإمساك سواء المستقيم أو القولون وبالتالي نحصل على العلاج المناسب حسب وضع المريض موسيقى 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 موسيقى